السلام عليكم ورحمة الله ما احببكم في فيديو جديد وصفة جديدة من قناتنا والأم البنات وصفتنا اليوم عبارة محنشات بمكونات اليوم بساطين وطريقة تحضر لي سهلة بدون وقت البسطيلة كنحب دورها بعجينة المسمن كتجيم قامشة والديدة وكتجيم واقع كتستحق أنكم تجعبوها بواحد الحشوة اللي كتعطيها لبننا لأنها كتجيم عند الكائلة عجبكم فيديو ديلي ومعجبكم محتوى ديلي من طبيعة الحال بتنسوش أنكم تجعبوها دلمحنشات فضلا وليس أمانو ما تنسوش تشاكو في القناة وتفعيل الجهاز ودعمونا بلايك باش هكا ديمة تصلوا بجديد وصفاتي على بركة الله ندوز المكونات وطريقة تحضر بسم الله على بركة الله ندوز المكونات وطريقة تحضر فأول حاجة كننخدو إيناء كنضيفو فيه ثلاثة الكؤوس ونصف من دقيق الأبيض مع نصف كاس من دقيق الفينو الملحة مع القاة مملوقة جيدا من الزيت مع القاة مملوقة جيدا من الخل فدل أثناء كنجمعوه العجين بالماء بالنسبة للماء يكون دافي فأول حاجة كنصبوه كاس الأول من الماء من بعد ما كنت كاس الأول من الماء فدل أثناء كاس الثاني كنبقوا نضيفوه تدريجيا على حسب النوعية ديلي الدقيق أنتم ما كنت لحظوا معي ضاري أننا نبقوا نجمعوه العجين وإحنا كنضيفوه الماء تدريجيا بالنسبة لكمية اللي أخذت ليا ديال الماء أنا أخذت ليا كاس ونصف من الماء أنتم ما كنت لحظوا معي أخذت كاس ونصف من الماء اللي جمعت لي العجينة فدل أثناء كن نخذوه كنحيدوه الإناء وكن دلداري أننا ندلكوا دلعجينة جيدا فوق سطح العامل كما كنت لحظوا معي العجينة ما كنت تلسقش لنا نهائيا بقريبا دلكتها هنا مدة عشر دقيق أنتم ما كنت لحظوا معي من بعد ما دلكتها جيدا حتى صبح ليا شكل ديالها أملاس من الفوق فدل أثناء كندهنوها بالقليل من الزيت وكن نغطوها بلاستيك غدائي كنغطوها بلاستيك غدائي كنخليوها جانبا وكندوزوا باش نحضوه الحشوة في المكونات اللي نحتاجوا للحشوة نحتاجوا جوج حبات من الباصل جوج حبات من الفلفو الأخضاء اللي كنقطعون كلهم طيفات صغر مع ضريسها ديال التومة فدل أثناء كنضيفوا عليهم القليل من الزيت مع التحيك المستمر كنحطوهم فوقنا مع التحيك المستمر حتى تشحالينا الحشوة من بعد المشحات ليا الحشوة كما كتلاحظو معي فدل أثناء كنضيف عليهم 200 غام الكفتة داري أنكم تعملو الكفتة أو الطونة اللي بنات ما تعملوش طيفة ديال الدجاج لأنها تقطع لنا الواقف الأخير أنتم ما كتلاحظو معي من بعد المشحات ليا الكفتة كنضيفوا الملحة تحميرها سكينجبي قاقو مع قليل من الإبزة وبعد القيطاع من الجبن متلت بالنسبة للجبن كيبقى على حسب الإختياط ديالكم أي جبن كتفضلو كتضيفو أنتم ما كتلاحظو معي كنضيف الجبن مع التوابل كنحاكو جيدا حتى ينسى جموليه مع بعضهم من بعد ما نسى جموليه مع بعضهم أنتم ما كتلاحظو معي الحشوة كتكون جاهزة كنخليوها جانبا وكندوزو باش نحضو كما خلينا العجيناتا حتلينا جيدا كننخدوها كنقسموها على بعض الأجزاء بالنسبة للأجزاء دهوي أنهم يكونوا متساويين أنتم ما كتلاحظو معي من بعد ما قسمتوهم على بعض الأجزاء كننشكلوهم على شكل كويات كنخليوهم جانبا كنغطيوهم بلاستيك عدائي ونخليوهم حتى يتاحو من بعد ما تاحو لنا كما كتلاحظو معي كننخدو قوة الأولى كنضهنو سطح العمال بالقليل ديال الزيت كنبقون ساحو العجينة بهذا الشكل داوي أننا ناققوها جيدا لبناتا ما تخليوش العجينة غلي داققوها بما أمكان أن سطح العمال يبقى يبليكم أنتم ما كتلاحظو معي من بعد ما ققتها جيدا كنخدو الزبدة كندوبوها وكندهنو بها من فوق داوي أنكم دهنوها من الوسط ودهنوها من الجوانب تأكدو بلانكم دهنتوا هذه المسيمنا ديالكم والبنات جيدا بالذوبدة وكندوها على شكل أغيفة كنتو ما كتلاحظو معي كندهنوها جيدا بالذوبدة ماللي كندوها كندهنو بالذوبدة كلها تبقى وطبقى كندهنوها بالذوبدة كنخليوها جانبا وكنناخدو قوة تانية بنفس طريقة كندهنو سطح العمال بالقليل من الزيت وكان سرحكم بنفس الطائقة باش صحنا الكوار الاولى كما تلاحظو معايا انتوا ما تلاحظو من بعد المساحتها جيدا ولات عند دي لاكو محسي محنى لها مواقع كند هنا بقليل من الزبدة من الجوانب ومن الوسط درعي اننا نتاكدو ان الزبدة دهنا البنت من الجوانب ومن الوسط باش جاد لمسي منها كلها تجنى مواقع انتوا ما تلاحظو معايا كند ناخدو كوار الاولى وكننحتوها لداخل دي الامسي منها دينا وكنطويو عليها على شكل مسيمنا. انتم ما كتلاحظو فاد الاثناء كنخليوها جانبان وكندو زوبان حضا معاك ومعاو التانية معا التانية طريقة ديال مسيمنا التانية. كنناخدو كورا الاولى. كنساحوها على شكل طولي. دوري اننا نساحوها تأكدو بلي ان العجينة مساحة البنات تماما تكون عقيقة. فاد الاثناء كنطويوها بش شكل على شكل الغيفة. بالاستعانة ديال الزبدة كلها تبقى وتبقى كنضيفو الكمية اللي هي لبأسة بها ديال الزبدة. وكندو الكورا عجينة التانية كنناخدو الكورا العجينة اللولى اللي حضاناها كنضيفوها في الوسط ديال ديال المسيمنا. انتم ما كتلاحظو معايا كنناخدوها غيفة اللولى كنحطوها في الوسط وكنطويو بات الشكل. كنطويو على شكل غيفة. بالاستعانة ديال الزبدة. وكنطويو عليها على شكل غيفة. فاد الاثناء كنخليوها جانبا كنقطيوهم حتى يتحوا لنا تماما البنات ما تخدموش بهم مباشرة انكم قديتوهم هكو كنخليوهم باش يهتاحوا باش يعونونا اننا نتلقوهم فاد الاثناء كنتلقوهم على شكل مستطيل. كنناخدوها اللي حضاتها هي الاولى والتانية كنغطيها داري انكم تغطيوها بلاستيك عدائي وتخليوها جانبا. والاولى كنساحوها بات الشكل حتى تكون البنات رقيقة داري انها تكون رقيقة. وكنناخدوها القطعة ديالبيتزا وكنقسموها كلها اجزاء. انتم ما كتلاحظو معايا انا قسمتها على سبعة. انتم ما كتلاحظو معايا من بعد ما قسمنا على سبعة كان ناخدو الحشوة اللي كانت تكون بعدة داري انكم تأكدووا لانا الحشوة بعدة لبنات فاد الاثناء كان بقوا نعملوه الحشوة بات الشكل كما كتلاحظو معايا القليل من الحشوة كان قسموه في الاول الحشوة على نصفين. وكان بقوا نعملوه الحشوة بعد طريقة. انتم ما كتلاحظو معايا الطائقة اللي هي بسيطة كنعملوه القليل من الحشوة فقط. طائقة اللي هي سهلة في الساع وقت البنات كنحضوه محينشات ليهما الدادين في المدق ديالهم وكيجوا مقامشين وكيستحقوا انكم تجابوهم بيدون وقت البسطيلة كنحضوه محينشات ليهما كيستحقوا جايبة ديالكم وان شاء الله نعمل لكم العديد ديال الوصفات بهذا المسمن لانه كيستحق اننا نجابوه بالنسبة للناس اللي كيكونوا في الفادية كما كتكونج عندهم وقت البسطيلة نحضوه ليهما ان شاء الله الخواتات هي كل المسمن بطريقة اللي هي بسيطة وسهلة هانتو ما كتلاحظو معا يفضل اثناء من بعد ما عملت الحشوة كلها في الاجزاء كلهم اللي عندي بسبعة البنات هانتو ما كتلاحظو كننخدو العجينة كنبقوا نلفوها بهذا الشكل وبنسبة للعجينة لبنات ما تكونش غليضة دعوية اننا نخلو على الاطاف اللي عيتلقوا لينا مع بعضهم هانتو ما كتلاحظو معا يكنا نضع الجزء الاول على الحشوة طريقة اللي هي سهلة وبسيطة والجزء الثاني كنضعو على العجينة وكنضغطو عليه بات الشكل دعوية اننا نضغطوه على بالعجينة مع العجينة باش انها العجينة تلسقلينا ما تحلينش من بعد في الفور انتو ما كتلاحظو معا يا البنات كنبقوا من اللي كنعملوها طريقة اللي هي بسيطة وسهلة كننخدو الجزء الاول ديال العجينة وكنلفوه بات الشكل على شكل حلازوني محين شاتلي وما صغارين انتو ما كتلاحظو معا يكنخليوه جانبا وكندوزو وكنلفوه الشايط الثاني انتو ما كننحطو الجزء الاول دياله الشايط وكنبقو اللفو عليه بات الشكل طريقة اللي هي سهلة وبسيطة نعود معا كومالبناس كيما كتلاحظو معا يفع الاول كنضعو الجزء الاول على الحشوة وكنضعو الجزء الثاني وكنلسقوه مع العجينة الاولى ضاوي اننا نضغطوه بالاطاف ديال الاصابع ديالنا بش ان العجينة تلسق وكنلفوه بطايقة ليه يا ساهلة ما تخافوش من العجينة اللي بنتها كتساعدنا لان العجينة خلينها تحت كنحطو الجزء الاول كيما كتلاحظو معا يوكلفوه بطايقة طايقة ليه ساهلة كننخلجوك محين شاتلي وما صغاي انتو ما كتلاحظو كننجعو الجزء الاول ديال العجينة فدلقتنا من بعد مسالية الكيميا كلها اللي عندي ديال ديال محين شاتلي كما كتلاحظو بالنسبة للعجينة التانية حتى هي بنفس طايقة قديتها كننخدو اصفا بيضة كننخدو عفوان بيضة كاملة مع معي القامل الخل وكنخلطوهم جيدا كما كتلاحظو معا يوكندهنو بهم هدى المحين شات من اللي فوق بالنسبة siguienteام08 scoop كننصرن요 لفاعن من قبلة البنات لعافية تكون مطافعة وكندخلهم لفاعن حتى نشوفهم كيتنفخو كان نقصوا عليهم لعافية اللي هي كتكون متوسطة وكنخليهم يطيرون من الداخل طيقة ديال تحته لديهم مهمة البنات في الاول كيكون لفاعن ما طافع不到 الحارة ديالو كيكون لعافية ما طافعة كندخلهم اللي نشوفهم كيتنفخو لين تمخلو هنا المحي نشاعة كما كتلاحظو معا يه من بعد ما كيتنفخو كننقصوا عليهم لعافية اللي تكون متوسطة وكنخليهم حتى يطيبوا على خطاهم من الداخل وهذا هو الشكل ديالهم النهائي بنسبة تزيين البناتنا زينتهم شوية ديال السيمسيم او جنجلان كيبقى تزين على حسب الاختيار ديالكم وهذا هو الشكل نهائي ديالهم ويلا عجبكم محينشات ديال اليوم وعجبكم طائقة ديال الفيديو ديال اليوم صدقوني يا البنات الى جابتوا ديال المحينشات كي يجوناش فين ما كتكونش فيهم نسبة اكتيار ديال الدهون إلا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكو وتشتاكو فالقانا وتفعيلو الجاس باش هكو قديمة توصلوا بالجديد بسلام عليكم خليتكم على خير